السلام عليكم يا حلوين وأهلاً فيكم بحلقة جديدة من هاتونس بودكاست موضوع اليوم عن العناية بالنفس وأنا تعبت من الناس اللي بس بتربط العناية بالنفس بيوم واحد بالشهر أو بالأسبوع اللي بيعبوا فيه البونيوموي وبيحطوا شمع وماسك للوجه وبشربوا أعشاب هات جزء من العناية بالنفس بس جزء كتير بسيط غير إنه بس بيهتم بالمظاهر الخارجي بحلقة اليوم رح أشارككم كيف العناية الحقيقية بالنفس من كل الجهات بتكون أول شي خلينا نعرف شو يعني عناية بالنفس تخيلي إنه عندك بيبي وهذا البيبي ما بعرف يحضر لحاله أكل ولا بعرف يغير أوعي ولا حتى بعرف يفوت التوالد وإنتي كشخص واعي وكبير بتعرف كيف تحضري له أكل ومش بس أي أكل أكل مناسب لصحته ولعمره وتغيري أوعي ومش بس تغيري أوعي أوعي تناسب الجو وتحميميه وتغيري الحفاظة تحته بالوقت الصح وتحطي بودرة وكريم عشان ما يصير مشاكل بالجلد ومش بس هيك بتلعب بالبيبي وبتبسيه وبتضحكي بوجهه عشان هو بيحاجة للحب والحنان ما بنعمل كل هاي الأشياء عشان لازم تنعمل بس بنعملها بالوقت الصح والوقت المناسب حسب الوضع كامل نفس الإشي نحنا نحنا بنعرف شو محتاجين نحنا بنعرف شو بدنا ولازم نتعامل محانة بالطريقة الصح بالوقت الصح حسب الوضع كامل فالعناية بالنفس مو الإشي الظاهر بس وللأسف كتير بنات بيعملوه وهني عارفين إنهم عم يعملوا الإشي عشان الناس التانية مش عشانهم وهون هاي مو عناية بالنفس حضا بس مجرد شو للناس التانية لازم نبلش بالعناية بالنفس من جوه لبره أول شيء الكتابة البنات اللي سمعوا الحلقات اللي قبل عارفين إني رح أحكي عن هاي النقطة مهمة كتير تعبري عن مشارك اللي بتحسيها كل يوم نحن الإناث بشكل عام مخلوقات حساسة كتير ومهمة كتير نعبر عن مشاعرنا بالكتابة ونطلع المشاعر المكبوطة من السيستم لأنه هالشي رح يعكس على كل جوانب حياتنا إذا بتحسي حالك دائماً منكدة ومو عارفة شو تعملي هذا لأنك مو قادر تعبري عن مشارك بالشكل الصحيح والكتابة بتساعدك بهالشي العناية بالمشاعر والأفكار وإنك ما تكبتي مشارك وتتعاملي مع حالك كأنك عدوة حالك هاي هي العناية الحقيقية بالنفس تاني شي نعمل عشان تعتني بحالك بالشكل الصح إنك تعملي أشياء تساعدك لقدم بين قصين أشياء حالك المستقبلية رح تشكرك عليها إنك تفرشي صنانك كل يوم رح يساعدك لقدم إنه صنانك ما تخرب إنك تاكلي أكل صحي رح يحميك من أمراض كتير لقدم بإذن الله إنك تغيري عادة سيئة هذا الشي رح تشكري حالك عليه كتير لقدم إذا ما بتعرف شو الأشياء اللي نفسك يتغيريها أنا بنصحك إنك تكتبيها اكتبي شو الأشياء اللي لما تعمليها بتحسي بشعور كتير حلو وشو الأشياء لما تعمليها بتحسي بشعور كتير سيء مثلا أنا كنت أسهر كتير لما أحس حالي متضايقة بظل صهرانة وباكل أكل بالمرة ممليح لحظت قديش هالشي بيعطيني راحة لحظية يعني بس بلاحظتها بحس حالي مرتاحة وتاني يوم مش بس يوم لأيام بحس بشعور مش مليح بالمرة وبظنع سانة ومنكد طول الوقت وما إلي نفس أكل أكل أي إشي بالمرة لما انكتبت هالنقطة عرفت إني لازم أغير هاي العادة وفعليا صرت أحاول أعمل أشياء تاني لما أكون متضايقة تساعدني وأجبر حالي بأي طريقة إني ما أسهر وأكل أكل مش منيح وهالشي ساعدني إني أخلي أيامي أحسن ويبلش يصير عندي عادات صحية أكتر ثالث شي التنظيم أكم مرة بحياتنا نعجأنا بالوقت وتعبنا وسهرنا زيادة عشان عندنا تسليم أو شي لازم نعمله ونخلصه وظلينا تعبانين وعايشين بتوتر بوقتها كله عشان ما نظمنا وقتنا كتير مهم أن نظم حياتنا لأنه من أساسيات الطاقة الأنثوية أنه ما نعتلهم شي وأنا لاحظت على حياتي الشخصية لما ما أكتب شو أنا بدي أعمل كل يوم وأعتمد بسع دماغي بحس حالي متوتر طول اليوم وهيك دماغي دائما مشغوله بفكر بأشياء بس لما أكتب شو أنا حابة أعمل كل يوم بلست 80% من التوتر بيختفي لأنه أنا كات بشو بدي أعمل ما في داعي أخاف أني رح أنسى إشي أو أنا عجق بالوقت مثل ما حكينا العناية بالنفس مو بس عناية خارجية كمان من جواتنا من كل نواحي حياتنا اللي تخليكي مرتاحة قبل ما نكمل النقطة اللي بعدها أنا بعرف بيكون مزعج مرات نسمع بودكاست على يوتيوب بيكون بدك تعمل إشي على التليفون أو تحط التليفون بجيبتك وإنتي بتمشي أو تلعب برياضة هلأ بتقتري تسمعي هاي الحلقة وكل الحلقات اللي قبل على سبوتيفاي وأنغامي رح تلاقي اللينك بالدسكريبشن بوكس أوكي ده النقطة الرابعة للعناية الحقيقية بالنفس واللي هي إنك تعرفي شو أنت حاب تكوني بالمستقبل متل ما حكينا بالحلقات اللي قبل قديش مهم نعمل فيجين بورد ومش بس نعمل ونتطلع عليه كل يوم كأنه رح يتحقق فجأة لا لازم نشتغل عليه قد ما بيشجعكم إنكم ترتاحوا وتعملوا الأشياء براحتكم بس لازم نشد على حالنا أحيانا نعطي لحالنا الطف لوف الحب الأوي هاد بتعرفوا مثل امشي ورا اللي يبكيك ولا تمشي ورا اللي يضحكك نحنا هيك لازم نكون محالنا أحيانا متل مثال البيبي اللي حكيت عنه أول الحلقة انتي بتعطي البيبي اللي بدو يا بس مش دايما لأنه يمكن الولد اللي صغير حابب يأكل أشياء حلوة دايما إنه يأكل مثلا شوكولات ما في مشكلة يأكل شوكولات بس مش دايما لأنه راح تضره نفس الشي نفسنا كل إشي موجود على الفيجين بورد شو في أشياء بتقدري تعمليها هلأ تساعدك تطخطي خطوة أقرب للأشياء اللي بدك هي خامس نقطة الأكل الصحي من أساسيات العناية بالنفس هي الأكل اللي نضيف لأنه كيف بتاكلي كيف راح تكوني شكلك وجسمك وحتى نفسيتك بتكون على حسب أكلك اللي بتاكلي لأنه في فيتامينز ومعادن وقيم غذائية مهمة جدا لجسمك أنا بمشي على قاعدة 80% 20% يعني 80% من الشهر وأنا باكل أكل صحي ونضيف و20% باكل أكل من برة أو سناكس مش صحية لما مشيت عليها حست أنه جسمي أحسن ومرتاحة أكتر والجهاز الهطمي كتير مرتاح صحيح مرات بحرم حالي من أشياء عبالي إياها بس بذكر حالي أنه هاد لمصلحتي هاد لهتون اللي موجودة على الفيجن بورد لأنه لازم نتطلع على أجسامنا كأنه حديقة كيف ما بتعتني فيها وقديش بتسيء الزريعة وبتحطي سماد ونوعية السماد كيف كيف رح يكون شكل الحديقة ورح تكون حلوة ورح تنبسط فيها أكتر من ما أنك تتنشيها وتحط فيها أي إشي بدون ما يفرق معاك سادس نقطة والأهم هي الدين تقربنا لأ الله والصلاة والقرآن مش لأ الله لأننا نحنا هالشي بنفعنا نحنا وكتير بندكر هالشي بالقرآن سبحان الله كل ما نكون أقرب لأ الله كل ما منحس حالنا أحسر مو شرط مشاكلنا تروح يمكن تزيد بس الطريقة اللي منستقبل فيها المشاكل بتتغير عقليتنا بتتغير بصير فيه توكل على الله ومنبطل نخاف إذا أي شي صار مش حاسبين حسابه أو مش حسب الخطة اللي نحنا هطينها ما رح نخاف منها الله بيحكي بسورة طاها بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن اللي تشقى التزامنا بتعليم الدين حتى لو كانت صعبة بعصرنا الحالي هي لحمايتنا وفعليا العائل بس بيجرب وبيشوف وبيقارب حياته قبل وبعد أو حياته أو حياته يقارن حياته بحياة الناس التانية رح يشوف الفرق الراحة النفسية اللي بتيجي من تقربنا لالله هي من أحلى الأشياء اللي ممكن نحسها بالحياة هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة عايش هاي العناية الحقيقية بالنفس أني أعرف مصلحة حالي مش بس للدنيا وللآخرة كمان وحرفيا we will get the best of both worlds أحسن شي من العالمين الدنيا والآخرة هون بيبلش العناية بالنفس من المظهر الخارجي أنك تعملي أضافرك وتعملي ماسكس وكل إشي أنت بتحبي تعملي هاي أشياء كتير مهمة وبس بيبلش تعملي كل النقاط اللي حكيت عنها قبل رح تشوفي قديش رح يكون الباث بجنن وقديش حتحسي بشعور حلو وإنت بتعملي السكن كير روتين تاعتك الصبح والمساء لأنه مبسوطة وراضية من جواتك وحابة تعرفي شغلة أنه احتياجاتك بتتغير يمكن بهالفترة أنت محتاجة أنك تركزي على نفسيتك يمكن وضعك الحالي واهتماماتك هلا تتغير عن قدام وتتغير عن قبل فلازم نكون مرنين من هاي الناحية وأنا بنصحك أنك تكتبي دايما هاي الأشياء بدفتر خاص إلك أحسن طريقة برأيي هي أنك تكتبي رسائل لحالك لقدام بحالك المستقبلية هالشي كتير بساعدك تشوفي كيف تطورتي وكيف احتياجاتك واهتماماتك بتتغير ما بتتخيلي قديش يمكن تتعلمي من حالك القديمة عمري ما تخيلت أني أتعلم شي من البنت اللي كنت هزمان اللي كنت دايما بدي أتخلص منها وأصير البنت اللي أنا عليها هلا بس بعد ما قرأت الرسائل اللي كنت أكتبها لحالي عرفت أنه مش لازم أكرهها لحالي القديمة بالعكس لازم أحبها بكل عيوبها لأنه لو لاها كان ما وصلت لللي بدي إياها هلا وهالشي يتحقق إلي وأنا متأكدة أنه رح يتحقق إليك كمان إن شاء الله ناس تاني عملتها ووصلت للنتيجة اللي بدها إياها وأكتر ليش مش أنت كمان إذا عندك أي شي حاب تشاركي ممكن يساعدنا نعتني بحالنا أكتر شاركي بالكومنز إذا حبيتي هاي الحلقة رح تحبي هاي الحلقة اللي بحكي فيها عن كيف تطلعي من حالة الكآبة أنا كتير مبسوطة أني جزء من رحلة التغيير تاتك ظلك مآمنة بأله وبحالك رح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي مع السلامة